السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم محدثكم دكتور إيهاب محمد طه نتناول في هذه المحاضرات المسجلة مقرر عمليات الفصل separation processes يعد هذا المقرر من المقررات التي تقدم لطلاب الهندسة الكيميائية في المستوى السابع وهو من الكورسات الهامة للغاية والتي لها الكثير من التطبيقات الهندسية زاد الصلة نتكلم كمقدمة حول المراجع التي لا بد لطلاب هذا المقرر الاطلاع عليها المرجع الأول هو separation processes لسيدار عن هينلي الطبعة الثانية يعد هذا الكتاب من أمهات الكتب في عمليات الفصل ويتناول عدد من عمليات الفصل المختلفة بلغة رصينة وبسيطة تمكن الدارسين في هذا المستوى الاطلاع عليها بيسر وسهولة المرجع الثاني الهام للغاية هو colson and richardson chemical engineering series هذا المرجع عبارة عن سلسلة تتكون من ستة مراجع يهمنا منها volume number two يتكلم عن particle technology يتكلم عن separation processes وهو أيضا من الكتب المبسطة والتي تقدم شرح وافي لعدد من عمليات الفصل المختلفة بصورة بسيطة وبيسر المراجع لها لا بد للطلاب في هذا المقرر الاطلاع عليها واللجوء إليها باستمرار من أجل توسيع مداركم هذا المقرر حقيقة يقدم فكرة عامة highlights الطرق عمليات الفصل المختلفة كيف تحدث هذه العمليات ما هي التقانات المختلفة التي تستخدم في عمليات الفصل وكيف تطبق على أنواع مختلفة من الماتيريالز تراعي عمليات الفصل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمركبات المختلفة وتتعامل معها بما يجعل عملية الفصل اقتصادية وزاعة output عالي نتناول في هذا المقرر عمليات الماس ترانسفير وهي مسألة هامة جداً معظم عمليات الفصل تحتوي على عمليات انتقال للكتلة إما من وسط إلى آخر من phase إلى phase آخر أو من one location to another كما سنشرح بتفصيل في المراحل المتقدمة من هذا المقرر أيضاً نتطرق لعدد من الأجهزة التي تصاحب عمليات الفصل كيف تعمل وأيضاً الجانب الهام جداً وهو التطبيقات الصناعية لهذه الأجهزة وبالتالي نستطيع تبرج the gap بين الجانب النظري والإطار العملي لطلاب الهندسة الكيميائية بنهاية هذا المقرر نتوقع بأن الطالب يكتسب عدد من المعارف والمهارات من ضمنها معرفة حول مختلف عمليات الفصل وكيف تعمل وما هي الاتقانات المختلفة التي تخص كل عملية عن الأخرى أيضاً نتوقع بأن الطالب يمتلك معرفة جيدة حول عمليات الانتقال الكتلة التي تصاحب عمليات الفصل إلى جانب ذلك نتوقع بأن الطالب يكتسب مهارات تناسب هذه المرحلة من مراحل الطالب الدراسية في كيفية التعامل مع عدد من أجهزة عمليات الفصل هذا الجانب حقيقة نتوقع بأنه يغطى بصورة جيدة في الطبيقات المخبرية المعمل وهذه المحاضرات لن تغني الطالب إطلاقاً عن الجانب العملي لهذه المادة أيضاً نتوقع بأن الطالب يكتسب qualitative and quantitative understanding فهم لعمليات الدزاين وما هي العوامل المختلفة الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على تصميم أجهزة الفصل وكيف يتعامل الطالب معها بصورة جيدة تقييم هذا الكورس يتم بواسطة الميت تيرمز ولدينا عدد two mid terms نكتفي بتومي التيرمز كل اختبار له 15% بإجمال 30% من تقييم المادة لدينا الجانب العملي ويمثل 20% من المادة ثم الفاينال إكزام وهو 50% من المقرر الإجمالي شكراً جزيلاً